يواجه المصار السياسي لوقف الحرب في لبنان تعنتاً إسرائيلياً يعيق المساعد الدبلوماسية وذلك بحسب رئيس حكومة تصريف الأعمال ناجيب ميقاتي أما مجلس الأمن فسيكون لبنان موضوعه في جلسة مخصصة لبحث الحرب هناك لبنان يحترق قصف وغارات إسرائيلية لا تتوقف ضحايا ومصابون ونازحون في كل مكان تحت ركام المنازل المدمرة في بيروت وضاحيتها الجنوبية تنتشر القسس أما بقية ما تبقى من منازل فباتت محترقة أو مهجورة أكثر من مليون نازح لبناني قدرتهم السلطات منذ بداية العدوان ولا يزال العدد في تزايد لبنان يشتعل كما حدث في غزة ويواجه المصار السياسي لوقف الحرب في لبنان تعنتاً إسرائيلياً واضحاً يعيق المساعي الدبلوماسية وذلك بحسب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أما مجلس الأمن فسيكون لبنان موضوعه في جلسة مخصصة لبحث الحرب هناك وميدانياً تتواصل الغارات الإسرائيلية في أنحاء واسعة من لبنان في الضاحية الجنوبية والبقاع وجنوب البلاد موجهة ضرباتها إلى الأحياء السكنية والمستشفيات والمراكز الصحية هذا وقد أعلن جيش الاحتلال أنه سيواصل مهاجمة حزب الله بقوة دون أن يسمح له بالاستراحة أو التعافي وذلك مع تواصل الاغتيالات لقادة حزب الله على الجهة الأخرى يواصل الحزب قصفه لشمال إسرائيل حيث أطلق أكثر من مئة صاروخ على مدينة حيفا في قصف هو الأعنف منذ بداية التصعيد ومع تواصل التصعيد بين الجانبين أدان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هجمات إسرائيل على لبنان مشيرا إلى أنها تستخدم نفس الأساليب والوسائل العسكرية التي تتبعها في قطاع غزة